دعماً للاحتجاجات الشعبية وتنديداً باستهداف وحرخ خيم المعتصمين في ساحة الحبوب وسط الناصرية من قبل جهات مجهولة انطلقت باتجاه ساحة الأحرار وسط كربلاء مسيرة طلابية حاشدة موحدة لطلبة الكليات في المحافظة طلبة جامعة كربلاء وكليات هنس وجميع الكليات ناصرية وتحدينيهم وإن شاء الله نبقى الآخر نفسيهم ومستمر لحد ما تحقق ما تعالبناء وماك وطن ماكدوم شعرنا موحد دائماً طبعاً نستنكر هذا الشيء وإحنا كله باعتبار عراق واحد والمحافظة اللي تنمس بسوء طبعاً كل المحافظات توقفوا يوحد كربلاء والناصرية والبغداد كله نواحد إن شاء الله وليمس أي خيمة بأي محافظة يعني يمسنانا شخصياً الطلبة والمشاركون أكدوا أن استخدام القمع والعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين سوف لن يثنيهم أبداً عن الاستمرار بثورتهم الساعية إلى تحقيق التغيير الشامل والعيش بوطن حر مستقل مؤكدين استمرارهم بالتوسع بالاعتصامات والإضرابات مهما استمر الصمت الحكومي والتسويف والمماطلة بعدم تلبية مطالب المتظاهرين كطلبة موقفنا من البداية هو حاسم نفسه بقى هو اعتصام ونفاقين المعتصمين وأعتقد أنه بعد القمع اللي صار بالناصرية وبقية المحافظات أنه حاولون تظاهرين يرجعون له هذا بالعكس يزيد حماس الطلاب والمتظاهرين بشكل عام حتى نكمل المسيرة اللي بدنا بيها وأعتقد هذه المظاهر مظاهر القمع والمسيل وغيرها وغيرها ما ترجع ثائر طالع على مد وطن وطالع على مد يرد حقوقه المسلوبة من أعوام ثيرة تمرين كطلبة معتصمين وباقين حتى تحقيق المطالب وحتى يرجع آخر ثائر وآخر ثوري بالتحرير وكل المحافظات الحراك الطلابي الاحتجاجي يسير جنبا إلى جنب مع الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع العراقي ليمنحه زخما كبيرا خصوصا بعد محاولات بعض الأطراف لتحجيمه ليؤكد مرة أخرى أصحاب القمصان البيضاء بأن ثورتهم مستمرة ولن تموت مهما كانت الظروف والتحديات ميكربلا طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد الفضائم